الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا من يرى في منامه الكلب الأسود علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام في عمله والله أعلم إذا رأت المرأة المتزوجة أنها ترى كلب أسود في المنام إشارة إلى وصولها إلى أمنيات وأحلام كثيرة والله أعلى وأعلم من يرى في منامه أنه يرى الكلب الأسود علامة على الوصول إلى الطموحات في عمله وإن كان تاجيرا علامة على المكاسب الكبيرة في تجارته أو عمله والله أعلم إذا رأت الفتاة العزباء كلب أسود يهاجمها في المنام علامة إلى الوصول إلى مبتغاها في الحياة والله أعلم رؤية الكلاب تنبح على الرأي وتلاحقه في المنام علامة على وجود عدو سيعترض الرأي ويفضح أمره فعليه الحذر والله أعلم رؤية مجموعة من الكلاب تنبح على صاحب الرؤية علامة على التعرض إلى الخيانة والخزلان من قبل أشخاص مقرب منهم والله أعلم رؤية الكلاب تجري وراء صاحب الرؤية وتلاحقه علامة والله أعلم وأعلم على الأزية الذي يتعرض لها الأيام القادمة فعليه الحذر من يرى في المنام أنه يجري أمام الكلاب علامة على الاضطرابات في حياته الكثير التي لا تنتهي والله أعلم رؤية المرأة المتزوجة أن كلاب تجري وراءها وتلاحقها علامة على وجود مشاكل بينها وبين زوجها والله أعلى وأعلم إذا رأى الرجل أن هناك كلاب تجري وراءه علامة على مشاكل في العمل أو وجود منافسين له في هذا العمل والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته